لما يبقى لونج هاف لايف انا بحتاج اوصل لجرعة عالية في الاول عشان ابدأ ادي مينتنانس دوز يعني انا دلوقتي لازم الجسم بيحتاج ياخد لودنج عشان يبتدي لان دلوقتي التي هاف دي عالية عشان اوصل انا للتي هاف العالية دي انا عايز ادي الجسم اواخد لودنج دوز اللي يقدر بعد كده يوصل اصلي 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 تي هاف بتحكس الاكسكليشن ملاش علاقه بالإفكت لا انا لازم اوصل للستيدي ستيت بتاعتي اني اوصل بتركيز في البلد انا فاهم دي نقطة اللودينج دا او اردها هاف لايف تأثر بحاجة زي كزي اهو دي معيو ايه بدرة طويلة قوي اعتقد يبقى قصدو الاليمنيشن ريت بقى يا دكتور مصطفى انا اعتقد كده بتي هاف ريليت انت بتدي لودنج يا تهيالي يعني تهيالي ان انتوا بتدي لودنج يا جماعة عشان انت لو مديتش لودنج لو اديت بالجرعة العادية بتاعتك من الاول اه وهو لونج هاف لايف ممكن يعمل مشاكل عادة الاميدارون برضو بيعمل مشاكل كتيرة جدا يعني بيعمل سيروتوكسكوزيس وبيعمل هايبوسايلوديزم يعني ممكن ده وده هو بيأثر كتير هو بيأثر تأثيرك كتيرة جدا فانت عشان تتجنب الموضوع ده مع اللونج هاف لايف بتدي لودنج تشوف الريسبونس بتاعتك ايه وبعد كده لو ما فيش ما فيش ريسبونس هتزود فاهم انتوا قصدي؟ لو الريسبونس تمام وخلاص خلاص فاهم انتوا قصدي؟ هتديلون بتاع وشوف بعد كده هتمشي ازاي؟ فاهم انتوا اذا كان علي ايه او لا؟ انتوا يمكننا laws دها رائيه عادة عادة المناسبة يا جماعة الفارق بين الزروة اوردر عشان انا افتكرته الفارق بين الزروة اوردر والفارث اوردر كائلياتي الزرو يعني فيه كونست انت اموتي من الدراج بتتكسلا بصرف النظر عن الدراجbugد ايه او انت ميد يد ايه لكن الفارث اوردر كائلياتي اللي هو ايه اللي هو له تهاف يعني يعني مسلا هتكسر مسلاف نص الدراجده في خلال عشرين باييوم مثلاً الاميدارول أو ميت يوم ده الفرق بين الفيرسط أوردر والزيرو أوردر كنية الزيرو أوردر عليه المثال إيه يعني بقى في كونستانت كان ممكن تقريباً 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 في نتوين من الزيرو أوردر تقريباً مش متأكد بصراحة مش متأكد من إيه المثال الزيرو أوردر يعني في واحد حسب الاليمنيشن بيزيد ده اللي هو الفيرسط أوردر تثابت لأ تثابت اللي هو زيرو تثابت اللي هو زيرو الاليمنيشن والتايم وطيباً أعتقد الزيرو أوردر الأسبب الفيناتون آية دكتور محمد الفيناتون والسلسلات أنا فاكر أنه هو الفيناتون مش متأكد بصراحة عشان كيلو قلتلكو انا تقريبا لفينتون مش متأكد بصراحة تمام طيب دكتور نادر معنا ايوة بفضل دكتور حشان الدكتور هو مش بتهيالي في البراتس انتو بتده 300 ميلي جرام في الاول اللي هي اللودينج لا على 900 على 24 ساعة كل ده اللودينج بص امبول الكوردرون او الاميدرون 150 ميلي بندي سبع امبولات يعني تضرب 150 في 7 تمام 150 في 7 بكام يعني 1000 وشوية كده هو ده اللودينج بتاعنا وممكن العيان ياخد نفس الجرعة دي تاني لو العيان ما تأثرش يعني ممكن نلود مرتين يعني ندي 14 امبول تضرب 14 في 150 تمام على 24 ولا ولا ازاي بالتاخل الفيوجن يعني اصدق بص احنا بنحسبها بطريقة تاني بنيدي هي تقريبا اربعة اقل شوية يعني حوالي 20 ساعة يعني بنيدي انبول بولاس وبعدين اتنين انبول على مية سنتي باربعين نقطة وبعدين انبول على مية سنتي باربعين نقطة ولو سير انجبان بخمسين بتقسم تقلل اعتقد يا دكتور نادر بيدو زي ما حد قلت المية وخمسين او الثلاثمائة ميلي جرام بعدين كده 0.1 ميلي جرام بار منت ما هي ماشي ما هي يعني تقريبا احنا بنيدي كده بس احنا بنيدي البولاس وان قمبول بولاس الاول وبعدين اتنين قمبول في اول محلول وبعدين قمبول واحد على كل محلول لغاية قمبول السابق تمام تمام ماشي يعني هو هنا هيحكي على الاميدرون بقى ااميدرون طبعا كلاسري انتي اريزميك دراج والكلاسري ده بيشتغل عامة الكلاسري بنستخدمهم في التريط من انت بتاع الاتريال والنودل والفنتريكولا يعني هو دراج ايه المصدر بتاعنا ممكن تستعمله في اي نوع من الاريزمي من التاكي يعني التاكي اريزم من ميكانيزمه في اكشن هو طبعا كلاسري كلها بتشتغل بالبلوكينج بوتاسي متشانيل اه انهبت بقى ال اه الريبولاريزيشن and hence the prolonged action potential عشان كده هو مشكلته انه ممكن يعمل برولونج تكيو تي انتيرفل اه الاميدرون also has other actions such as blocking sodium متشانيل بلوكير احنا كنا قلناها المرة اللي فاتت زي وليه بيتا بلوكير افكت دكتور نادر لا ده سوتالول سوتالول طاريتها بكذا انه ليه beta blocker effect لو لقيتها بقى عشايرة لا بص يا فندم هو في نوعين السوتالول والأميدارون السوتالول يزيد عن الأميدارون ان ليه beta blocker effect عشان هو اساسا beta blocker مضبوط صحيح مضبوط يا دبتور نيم اما الكوردارون فالكوردارون لا ده يونيك مالوش مالوش زي يعني هو لوحده كده ليه الـ potassium channel blocker effect بتاعه plus انه بيشارك الـ class 1 في انه sodium channel blocker يعني ليه الاثنين اليوس طبعا بتاع الأميدارون اول حاجة سوري الكينيتكس بتاعته اول حاجة طبعا من 20 ل 100 يوم عشان كده هو كاتب for this reason loading those are frequently used should ideally be given into central طبعا هو مشكلته انه بيحرق الفين بيعمل flip bytes عشان كده احنا بنحطه في central vein طبعا هو pro-arrhythmic effect اي anti-arrhythmic agent لي pro-arrhythmic effect طبعا هو عشان بيطول فبالتالي هو بيبرولونج الـ cutie interval عشان هو بوتاسيوم channel blocker احنا فاكرين لما خدنا الـ high bocalemia high bocalemia يعني اي حاجة بتقلل دخول البوتاسيوم بتسبب ايه بتسبب prolongation عشان كده الـ high bocalemia نفس الـ action زيها زي الحاجات اللي بتعمل potassium channel blocker وبرضو احنا خدنا في الـ prolonged cutie interval ان نوعين منها بيشتغلوا على slow reactifier potassium channel نفس النوع النوع التالت طبعا منها بيشتغل على الصوديم طبعا interact with drug commonly الحاجات اللي بتشتغل على الـ B-sytochrome 450 فمثلا الـ warfarin لما بديه مع الـ warfarin بيقل الميتابوليزم بتاعه فبالتالي بيقل الميتابوليزم الـ warfarin فبالتالي ممكن ألاقي العيان الـ INR بتاعه عيلي يعني أنا واخد عيان مثلا ماشي بقلو شهرين ثلاثة على ماريفان ثلاثة والـ INR بتاعه مزبوط على تنين زي الفل أجي أنا أديله loading dose واميدرون أبص اللي لاقي الـ INR بتاع العيان دفطت لغاية 4 ليه لأن الميتابوليزم بتاع الـ warfarin قل في قاعد شغال نتيجة إن الـ 2 بيكمبيت الأكشن على الـ بيستايت كروم 450 النقطة التانية أنا ممكن إيه بقى نعمرس long term adverse effect إيه الـ adverse effect اللي ممكن نشوفها هتبين دلوقتي المونوتورينج طبعا بتاع الأميدرون طبعا انت بتعمل إيه بتعمل الـ chest x-ray بتعمل liver function test بتعمل thyroid function test طب إحنا لما نشوف الـ complication هنعرف إحنا بالمونوتور بي أول حاجة هو في السيرويد دي يعمل لتنين يعمل hypo ويعمل hypo لتنين في السيرويد الـ eye بتتأثر بالcorneal deposits بيعمل corneal deposits من الأسباب اللي بتعمل eye tristition بالمونير فيبروز وخدناها نيومونايت بيعمل lower مظبوط كده من الأسباب اللي بتعمل lower lung فيبروز صح ولا إيه صحيح بيعمل هو والميسو والأدرياميس صح كده بليوميسن صح آه والبليوميسن ناس الـ liver fibrosis hepatitis الـ peripheral neuropathy والmyopathy الفيدي photosensitivity أه أه salt gray appearance أنا مش عارف دي ايه بالزبط عشنا بقى أمين الـ بغير لون البشرة بغير لون البشرة يخليك كده كده ماضي شوية لأ دي لأ دي أنا هوريك الصورة دية دكتور نادر هين أحضرها ليكم أصلا آه ممكن ممكن صوت جديد رماضي 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 فعلا ههو تشوف خلي رماضي يعني زرق لون رماضي رمضي ههو تشوف نادر طبعا سرومبو فليب بيتس ده نتيجة انه احنا قلنا انه بيحرق الفين عشان كده بيتغطف بريدي كارديا طبعا و لونج كيوتي انتيرفل ممكن يعمل صوت كارديا عشان كده انا بعمل ايه بعمل بأسس الليفر بأسس الكيدني سوري بأسس الليفر وبأسس اللونج أسس اللونج بشي سيكس ري أسس الليفر بليفر فانكشن تست أسس السيرويد بالسيرويد فانكشن تست بنعملهم كل 6 شهورا عشان نتأكد ان العيان ايه ما تصاب شي او يعني ما فيش كومبيكيشن من الكورودرو وبرضه هو الالكترولايتس بتهيق اللي هو برضه بيأسسها عشان ممكن عشان موضوع البرولونج كيوتي طبعا انت لو عندك هايبوكاليميا يعني انت لو عندك هايبوكاليميا او هايبوكالسيميا مع ده هيزيد هتزيد الانس صحيح طيب في اي سؤال في الكورودرو تماما ضي accessing you are a junior doctor ل comenz the bleed groups you are called urgently to 45 year old men admitting yesterday following non-DB semi myocardial infarction on arrival there are no sign of life and cardiac arrest call has been put out the senior nurse looking after المترجم للقناة still show VF what is the next correct action I am non-STMI and arrested في العناية على monitor والرزم اللي عندك شوكة بالرزم يعني VF وجيت لقيت الممرضة قدت أول شوك هتعمل ايه بعد كده شوف الاختيارات هل هتحس الكاروتد في الأول والرديل ولا الرديل هل هتعمل تلاتين لاتنين هل هتعمل هل هتعمل 300 ميلي جرام هل هتدي شوك تاني ايه رأيكم وعلى حسب النايس هنا هندي شوك تاني على حسب الامريكان هنعمل نعمل تمام كده اخر اكوردنج النايس بتاقيه طبعا لا لا اكوردنج النايس اكوردنج هنعمل شوك لما اكوردنج الامريكان 2015 وحتى 2020 هنعمل شوك يالي الشوك مش كانوا قالوا تلاتة شوك يا دكتور حسن كان قال تلاتة شوك لو هو على مونتور احنا بنسع اول حاجة الرجل ده ويتنست ولا ويتنست الزبط هذا ودي بقى الفرق الزبط ويتنست يبقى مني شوك تلاتة شوك صحيح يعني ايه صباح الخير بتاعتنا كده اول حاجة ويتنست تلاتة شوك طيب شوفوا الاختيارات كده طب هو كان اصلا اه انا مخدش بالي صحيح هو ده ويتنست كارديك الرست while on a monitor up to three successive shocks before cbr الشوك صحيح تمام طيب نقرد دكتور حسن انا ممكن نلخصها وزي ما لخصتها المرة اللي فاتت كده direct معلش طيب حاضر بصوا جماعة التلخيص قبل الاراية ودكتور حسن بيقرد بعد كده حاضر رقم واحد انا عندي عيان arrested هعمل معا ايه لو العيان ده قاعد في عناي ويتنست يعني هو على monitor وانا شفته او كان في حد لحظ العيان لحظة ما حصل الرست ولقاه الرستد على شوكابوريزم يعني VTAC pulseless VTAC او معايا ما عالش من تاني ما عالش من تاني ما اسمع الناس ودكتور حاضر لو العيان ده ويتنست يعني انا شفته اسناء ما بيقرست وهو على monitor ويجنب DC shock هادي العيان ثلاثة successive shock لو العيان ده انا ما شفته يعني ما كانش ويتنست واول ما اتحط ال ECG عليه او البدل مثلا بتاعت ال DC ولقيته shockابوريزم يعني pulseless VTAC او VF هاديله shock واحدة وبعدين compression اه compression لمدة دقيقتين cycles السيكل عبارة عن ايه 30 chest compression واتديله two breath يبقى 30 ل2 يمشي 30 ل2 لمدة دقيقتين وبعدين اشوف لقيت العيان لسه shockابوريزم هديله shock وبعدين cycle هستمر الكلام ده بعد ثالث مرة shock ثالث مرة بديله ادرينالين كل 3-5 منت بعد ثالث shock ماشي طيب لو العيان لغاية سيه انه هو shockابوريزم وانا شايفه بس لسه مثلا هيشحنه DC يبقى هفضل اعمل compression لغاية ماديسية تشحنه وياخد اول shock طيب العيان ده لو انا عندي كوردرون بعد الكومبرشن هياخد 300 ميلي جرام IV كوردرون لو انا بعد بعد الشوك لو العيان نانشوك بوريزم يعني بلس الاكتريك اكتيفتي او اسيستولي هعمل ايه مفيش قدامي حاجة غير الكمبرشن هعمل سايكل كاملة اللي هي عبارة عن دقيقتين تلاتين واثنين وتلاتين واثنين لمدة دقيقتين وبعدين هحط ايدي على البلس اشوف البلس رجع ولا لا على الكاروتين ده اختصارا اللي اللي احنا هنقرى دلوقتي طب وبعد ما البلس كنا بند الاميودرون بعد السرد شوك صح ممكن ادي اكسترا 150 طيب انا هقرأ دكتور ناندر الادلت ادلت 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 لايف ساب بورد الاميودرون ريساس قونسل قاونسل 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 بتقول بليس ماشي هنا بيقول بليس الاميودرون مالا مالا قاونسل مالا تكون ادلت مالا واحد لها الاميودرون الاميودرون بيقول ثلاثة شوك بعد كده بنده اللي هو الادرينالين بيتاخد طبعا كل من ثلاث الى خمس دقايق تمام اه دورنج الترغنية في سايكلز اف اه سي بي ار طيب اه هنا بيقول في في حالة تانية اللي هو احنا بنده اللي هي سينجل شوك بالنسبة للفي اف او ده اللي كانوا شغالين يعني باول دلوقتي عادو بيتاخد هي بتاخد شوك واحدة ده اللي هو العلمنتور صح? نعم دكتور حسن. اه سوري ده اللي مش مش اللي على منتور لا هل اتنين على منتور اما انت شايف البرزم ازاي بس هو الاولاني يعني الاولاني قدامك تمام لكن التاني ده انت داخل كده جابوه لك قالو لك عيان حطيت على منتور لقيته انت مش عارف هو امتا فاهمني تمام يعني مش متحانة فانت مش عارف الدم ده بقاله قد ايه مش وصل للبرين هي الفكرة في الويتنس ايه انت ده لسه ارستت فانا بتديله ثلاثة شوك ورا بعد مش هيكملولي ثلاثة اربع ثواني لكن التاني ده ده خلي نفرد هو مثلا بقاله دقيقة مش لسه بقى لان الشوك هو اقوى حاجة بتوصل الدم للمخ لكن الشوك مش هيوصل الدم للمخ فانا مش معقول استنى عمل ثلاثة شوك وانا مش عارف العيان ده كل ده تايم كونسيومنج على البرين تمام تمام عشان كده بس بتديله شوك واحدة وبشتغل عليه كومبريشن آه تمام تمام ما وصل طيب if the cardiac arrest is witnessed is in the in a monitored patient then 2015 guideline بتقول commands up to three quick success of stacked shocks يعني احنا لو شفناه قدامنا arrest وهو على منتور بيشتغل عليه تلاتة شوك الاول بعدين ادخل الادرينالين آه تمام ولو كان ما عرفش ايه الوقت بتاعه بتديله شوك واحدة وبعد كده ببدأ ببدأ ادرينالين بعدها يعني ولا ايه مش فهم لا بعده تارت شوك برضو ولا بعده تارت شوك برضو نفس الطريقة تمام تمام طيب الحاجة الوحيدة اللي قدي فيها ادرينالين اول ما سلم على عيان ان العيان ده يكون اسيسته لنانشيكابوريزم فهمني اول ما شوف العيان نانشيكابوريزم اول حاجة اركب تاني ولا ودي ادرينالين وبعدين بتدعم الكمبرشن ليه بدي ادرينالين حد يعرف صوت واصل يا جماعة ايه ايه سمعينا كدوكتور مادر بقول ليه بدي ادرينالين بهم البازوك مستريكش على ما اعتقد وممكن بي انهانس بيشتغل على الهارت على الهارت ايه اه بزيتيف ايوتروبك مش ايوتروب هو الهارت لا صح ال 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 اكسيتيشن زود ال اكسيتيبليتي ولا ايه بصوا هو بيخلي الرزم بيخلي الرزم more shockable more response للشوك يعني انا لما بدي على عيان في تاك بيحول في تاك للفي اف الف الفي اف رسبوند احسن من الفي تاك تمام بس ده بتهيالي مش في الجايدلاين ده يعني كده يعني لا في الجايدلاين دي اف سي بي اار يعني ايه فايدة الادرنالين يعني ايه بدي الادرنالين تمام تمام امال بني clarify ايك nd 20 جان ايه ايه فايد Energy لازب وندفعه باص�欄 دين ايه مش ادري مالين اذا الاتروبين 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 بطلو جميع الاتجاهات وكانوا بيدو وكانوا بيدو وكانوا بيدو اندوتراكيل ولا انه مرودش اي لازمة في التلاتة هو انتراكاردك دي بصراحة انا ما شفتهاش غير في فيلم زاروك اعتقد ان انا ما شفتهاش غير مع نيوكلاسكيج بس يعني مدام الامريكان عملوها باميليا طيب نكمل طيب الريزم اللي هو او اللي معه ده اللي هو صح هنديله ادرينالين واحد ميلي جرام should be given as soon as possible should be treated with two minutes of cpr barrier reassessment الريزم طبعا هنا بتكلم بردو معلش يا دكتور نادر بعد ازمك ممكن بس تعرفنا يعني احنا امتا بنقول shockable rhythm وامتا نقول non shockable rhythm shockable rhythm اللي هم لو العيان في ventricular tachycardia pulseless يعني عيان انا شايف انه في V-tech بس حطي ده على البلس مفيش بلس او العيان يعني شايفه على المونيتور بس مش شايفه على البركتك مش حاسه مش حاسس مش حاسس بلس ايبا ده اسمه pulseless V-tech طبعا او ventricular fibrillation V-F دول shockable rhythm يعني قابلين ان هم يرجعوا بالshock او non shockable rhythm تمام او non shockable rhythm يعني مهما ديهم DC مش هترجع لان ما فيش ما فيش اي complexات هد عليها ما هو الDC ده هو بينزل على ايه بينزل على R-wave هو فين R-wave مفيش اي waves في الheart بس فهو دي non shockable اللي هو اما pulse يعني لما حط كده بص على المونيتور يلاقي بلس اي رزم كده مرسوم والسلام او انه يكون اسسته يعني خط بقى بتاعة ده خط المونيتور خط مش قري حاجة خلص فدول non shockable rhythm مايرجعوش بالشوك بدي ادرينالين عشان نقلبهم لشوكة بول طيب تمام وضحت الصورة صراحة شكرا جدا طيب نكمل الاتروبين الاتروبين is no longer recommended for routine use in or electrical activity deliver of drug via tracheal tube but no longer recommended following successful resuscitation oxygen should be treated to achieve saturation من 24 98 this is to address the potential harm caused عشان مايحصلش الhyperoxemia فحنا بنعمل titration لانه يوصل بس الـ 24 او 28 في saturation بتاع وين طيب هنا فيه بيقول irreversible causes بتاعت الcardic arrest اللي هالهس والتس اللي هما الhypoxemia hypovolemia hypothermia hypercalemia hypokalemia hypoglycemia hypocalcemia acidemia and other metabolic disorder التس اللي هما thrombosis coronary or pulmonary tension nemothorox timbunad cardyl timbunad او toxins بيك اي تعليق دكتور نودر عالقصة دي لا طبعا هو طبعا دول دول بيتحفظوا يعني ان كمش بيجي فيهم ازئلة كتير لكن يعني هما كلهم طبعا حاجات reverse هو في حد محتاج يسأل على حاجة قبل المنسيب القصص اللي هي بس من القصص اللي تلغبط شوية في الكارديولوجيا الاسم عظمهم كلهم هايبو سؤال صغير بره بره بتعليم مارس مين تمام هو كل كل الحاجات reverse بتعامل معها وانا في ال تمام في حاجة واحدة بس مش واضحة قوي اللي هي ال هي مالها يعني يعني مثلا الهايبو كل حاجة حضرتك واحد ما حصل حتى الهايبو كاليميا واحنا بنعوض بقى بوتاسيوم لا لا هو الرس بتدي بوتاسيوم واترجعه وتدي له بوتاسيوم طبعا انا افكرة بتبقى من الحالات البرد بايخة جدا اتذكر رعيان كان هايبو كاليميا وديسناه حوالي 15 او 20 مر هو غالبا الهايبو كاليميا بتبقى السوشيت بهايبو ماغنيسيم فانت لو وديت ماغنيسيم هيبقى كالريكتابول يعني بنيدي انفيوجن بنيدي انفيوجن بوتاسيوم يا دكتور مصطفى اثنين ملي كوهلا انتو بعد كده او هيوصد ان انفيوجن بوتاسيوم ياخد وقت طويل يعني اي 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 ده الحاجة الوحيدة اللي بتدي فيها رابي بوش يعني طبعا يعني حتى طبعا البوتاسيوم عشان يتصل بياخد وقت شوية اه يعني بياخد وقت فطبعا بالنسبة البوتاسيوم والماغنيسيوم اي وابينفع بس لما العيان يكون على لكن لو العيان على او وابلت سأسأل كالاكتيفيدي بتبقى الامور صعبة شوية ما بتقدرش تحكم يعني اول انا كنت عارفا ان احنا بند 2 ميلي اكويفلان اول مرة انيشي انتيوجي بعد كده بتكمل بعشرة بس على مدر من 5 ل 10 دقايير هو احنا طبعا بيقلقنا شوية البوتاسيوم ده لو لو انتي مش لقي فان رئيسي يعني لانه برضو من الحاجات اللي بتحرق الفان لكن طبعا في الـ cbr احنا بنحاول ندي كل حاجة يعني حسب العيان بس هو برضو في نقطة انت عشان عياني بقى وتسحب له اساسا دي مشكلة انك انك بتسحب له تحليل وتشوفه هايبو ايه بيسحبه في مرة العدد بس هي فيه نقطة انا عايز اقولها عمتا الالكترولايت في العينة الارتيريال بتبقى مش مظبوطة هي ما بتبقاش مظبوطة بس هو زي جيد بسيط لحد ما الدنيا تتطاب هي بتبان في الغازات يعني ما بنسحب غازات بنبص عليها عادة بتبقى accurate اوية تمام يا دكتور نياد تفضل تفضل شكرا تفضل مؤس compassionate you are asked to urgently review 61 year old female дня on the cardiology ward due to difficulty in press in examination she has a risk GVB with a bilateral fine crackle to the mid zone blood pressure was 94 over 60 millimeter mercury and the pulse is 140 to 150 and irregular ECG confirmed atrial fibrillation what is most appropriate management طيب هالالعيان مبدأيا هالالعيان همodynamically stable ولا unstable يا باشا مادم مادبست على حاجة تدي دي سي على طول من غير ما اشوف الاختيارات ليه العيانة بقالها كم يوم العيانة العيانة لها كم يوم مش بتاع ده مش كاتب بس لو العيانة هنا بصوا معي سواء العيانة سواء العيانة لها ايام كتير لها ايام قليلة مادم مادم دخل فيه همو ديناميكا يعني معنى كده ان هي دخلة في life threatening يبقى انا هارجحها في DC بقى وزر العيانة دي شوار مش شوار هيبارينايز العيانة وعمل لها DC رجحها في كارديو فيرجين على طول انا بس اعزى اقول حاجة ان ان انستابلتي في العيانة دي مش ضغطاها البالموندر هارت فيل عيانة دخل هارت فيل مش مش ضغطاها قصدي انه ممكن حد يسيطي لا 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 الكراكل لان هي ما عدتش امتى اقول ضغطاها لو نزل السستول عندك تساين بقى شوك بالزبط فانا لو اعتمدت على ضغط ممكن اقول انها هسيطة ولا الهارت ريت بتاعها معاقوب لكن هي فيها كراكل وريس دي جي في بي فمعنى كده ان هي دخلة في اكيوت هارت فيل مم تمام ولم سليم رحك شوان قراءة لا دي موضوع صعب دكتور نادر تقدر تقرأ اقرأ تفضل اه تفضل تفضل كتير بس غيروها خلوها حاجة استمليفاية يعني دي موضوع صعب يعني دي موضوع صعب يعني دي الحاجات تفضل تفضل والهارت فالي موضوع صعب اي حاجة من حاجة دي او حاجات دي او حاجة دي موضوع صعب او حاجة دي موضوع صعب او حاجة دي موضوع صعب البرانش بلوك تريت از نارو كومبليكس الكاردي هتتعاملها اللي اي ما هيقل لها حاجة من اثنين الاريجولار دي ياما هتبقى اي اف وفيها باند برانش بلوك ساعتها هتتعاملها زي نارو كومبليكس اللي عادي اللي عنقولها بعد كده ياما هتعملها كبوليمورفك بنتروكلا تاكيكاردي اللي هي ساعتها هتدي